الأراضي الزراعية من المفترض أن تحول إلى سكنية وين وصل هذا الملف وين وصل هذا الموضوع نحن عدنا قانون مهم الذي يتعلق بقانون أفراز الأراضي الزراعية التي تقع ضمن التصميم الأساسي يمكن 320 كان القرار الحكومي على ما اعتقلت هذا القرار الحكومي يختلف عن قانون الذي نحن جاعد الشرعة ما جاي تتحدث عن قانون جديد يعني جار العمل على تشريعه نحن صار قد قراءة أولى إليه وقاعد ندخله بغرش حتى يقرأ قراءة قانون قانون مهم هذا في دورات سابقة يعني وصل إلى مرحلة تصويت العلاقة بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكنية هذا يكيف الجنس الزراعي ويحاوله إلى طاب تدريحنا كثير من المناطق الزراعية تحولت اليوم إلى مناطق سكنية بساتين جرفت ورفعت الحصة المائية من يمها وبعد يعني أصحاب الأراضي حاولوها إلى مجمعات سكنية وانبنت نعم واضح حتى كيف يحتاج لها حتى تدخل إلى الخدمة حتى تدخلها من تصميم بالتالي هذا القانون يدعم القرار الحكومي ويدعم واقع الحال بتحويل الزراعي إلى سكنية نعم نعم يدعم القرار الحكومي بلدية ماشية بالشكل الصحيح فيما يتعلق بتنفيذ القرار الحكومي بالتحول من الزراعي إلى سكنية الاجراءات البلدية متلكية بهذا الموضوع حجم العمل وحجم هذه المشكلة كبير جدا يحتاج لنا كوادر إضافية يحتاج لنا يعني هذا الملف يحول إلى دوار معينة بحد ذاتها تتحمل مسؤولته وتكون هي مسؤولة عن هذا الملف حصنا حتى بطالي منتصالها أكو نسبة أو حجم لهذه الأراضي التي تحولت أو انتقل جنسها من الزراعي إلى سكنية كثيرا أكو حجم لهذه الأراضي محصور ما عدنا نسبة دقاءة بلش أنت على مستوى بغداد أغلب الأراضي الزراعي في بغداد تحولت إلى مجمعة سكنية